ما بين برودة قارصة في الستوديو وتقارير وتصريحات شديدة السخونة من الكيان الصهيوني المحتل وتشوف تقارير في الجرائد العبري والمجلات العبري والمواقع إياها ومواقع تحت السلم العبري برضو وبعض مواقع تحت السلم اللي مش بالعبري ودي حاجة برضو يعني مهم جدا ان احنا نبقى فاهمين ده بتتكلم عن ايه بقى؟ جماعة الصهينا قالك ان هما بيخططوا خد بالك بقى لعملية برية قرب كرما بوسالم ماشي الكلام؟ طيب ده مش بس كده ده بدأوا يتكلموا على انه اصل احنا وهنعمل عملية وهتبقى على الحدود ولازم مصر تاخد بالها وهه اصل الانفاء اللي ما بين مصر وقطع غزة ما بين رفح الفلسطينية ورفح المصرية وشوية كلام الحقيقة هو مش بس عاري من الصحة هو فيه الكثير من التجاوزات يعني هو عاري من الصحة لا ريب هو كلام متجاوز لا ريب اولا شوف انا عندي اتفاقية السلام 1979 عندي اتفاقية المعابر 2005 عندي الترتيب والاتفاق 2019 والتلات حاجات دول احنا بنتكلم على اتفاقات ومعاهدات دولية وفي بعضها زي اتفاق السلام 79 برعايات دولية مش بس ان احنا دولتين ده في رعايات دولية كبيرة ازواج المتحدة الامريكية على سبيل المثال تحتم خد بالك تحتم على الجانب الصهيوني انه حتى يفكر في عمل اي عملية او يقترب من الحدود المصرية ده لا يتم على الاطلاق غير بموافقة مصرية اصلا مش حاجة اسمها كده اصطنع باشتقل كده جوه حدودي مفيش مش مفيش علشان احنا في توات العالم مصر مش في توات الدولة المصرية دولة دولة بكل ما تحمله الكلمة من معنى ده واحد الدولة المصرية دولة تحترم حقوقها كويس جدا وتحترم حقوق الاخرين كويس جدا وتحترم تعهداتها الدولية كويس جدا وجيشها يحترم حدودها جدا قوي خالص وبالتالي العلاقة اللي ما بيننا احنا الاتنين يحكمها 1979 يحكمها اتفاق المعابر 2005 يحكمها التنسيق والتعديل اللي حصل في 2019 بس بس وما فيش عليه حرف زيادة يعني نقطة وما فيش من اول السطرة هي خلصت لحد كده اي عمل عسكري على الحدود المصرية غير جائز غير لائق غير مقبول ولن يحدث اي شيء على الحدود تحت اي ظرف من الظروف ادي واحد اتنين طب هو اسرائيل بتعمل كده ليه او بتنشر هذه التقارير وهذه الشائعات وهذه السخائف ليه لانه على ما يبدو انه حتى هذه اللحظة لازالت هذه الحكومة المتغولة البربرية المتوحشة تحاول رقد بقدر استطاعتها على الدفع باهالي قطاع غزة ناحية الجنوب من الشمال للوسط للجنوب لأضيق حد ممكن للدفع بيهم الى داخل سينة ومصر لن تسمح بدا باي حال من الاحوال لن تسمح ما فيش الشاية هتعدي الحدود المصرية اولا دفعا عن القضية الفلسطينية نفسها وقضية الصراع العربي السويون اتنين لحق الشعب الفلسطيني في الحياة والبقاء على اراضيه ثلاثة لانها محدد امن قومي مصري ده بوضوح مصر بتحفظ على امنها وقدرة تحفظ على امنها وهتفضل محافظة على امنها مصر بتحفظ على القضية وحق هذا الشعب في الحياة وفي البقاء على ارضه مش الحياة وحسب الحياة والبقاء على ارضه طيب ثلاثة انفاء ايه اللي ما بين القطاع وما بين مصر لا يوجد متر واحد انفاء على الحدود مصر عمل خط عازل يعني باعلى التكنولوجيات اللي موجودة وتم القضاء على كل الانفاء حتى اخر سنتيمتر منها طيب هل هل مصر هتسمح خد بالك بقى هل مصر هتسمح بوجود منطقة عازلة في جنوب قطاع غزة يعني ادي قطاع غزة اهو زي ما حضراتكم عافية بقى مستطيل العرض تقريبا حوالي 14 كيلو متر والطول تقريبا حوالي 45 كيلو متر هل مصر هتسمح بوجود منطقة عازلة ما بين الحدود المصرية وما بين بقية القطاع لا هل مصر هتسمح بحصار اهلين الفلسطينيين في اي شريط انضيق لا ده قول نهائي يعني الكلام اللي انا بقوله لك ده قول نهائي ده جزء من العقيدة المصرية عقيدة الجيش المصري عقيدة السياسة المصرية عقيدة المواطن المصري المية وخمسة مليون مواطن كده اللي ما شافش المظاهرات قبل كده يقدر يفتح اليوتيوب كده ويراجع ويشوف مظاهرات عشرات الملايين من المصريين لاجل هذه القضية اخيرا اي عمل اي عمل علشان يحصل اصلا لازم يبقى في امريكا وفي مصر وفي كيان الصهيوني وقد يكون في بعض الترتيبات مع قوة دولية اخرى لا تستطيع اسرائيل وانا اسف على لفظة اسرائيل ان تتحرك عسكريا في شبر واحد نحية مصر لن تستطيع ولن تحاول ده كله في رأيي استهلاك لعل الرسالة وانا متأكد بنسبة 100% انه هادا الاعلام الصهيوني والاجهزة الصهيونية كله بيشوف البرامج المصري وبيشوفه برنامجنا انا اظن ان انا تشتمت 4-5 مرات خلال كم الفترة اللي فاتت دي ان لم يكن ازياد من كده شوية مش دي القص اول ما تجيلي المسبة من الصنف ده ابقى سعيد والله اوي